لست كلامنا عن رياضة مخلص وطبعا تحديدا كلامنا عن كأس العالم الجولة التانية في كأس العالم بدأت وفي مفاجآت كتير جدا لغير بقى كمان الفوز العظيم الحقيقة اللي فرحنا كلنا كعرب فوز المغرب على بلجيكا اللي فرحنا جميعا وقربهم كمان من الصعود لدول 16 في بطول كأس العالم كمان كروتي حققت نتيجة عريضة على حساب كندا بربعية كمان فوز غير متوقع لكوستاريكا على اليابان مبارح والتعادل حسم قمت إسبانيا مع ألمانيا نهاردة كمان هنشوف ماتشاط في المجموعة السبعة فيهم منتخبين من أفريقيا كاميرون وصربيا وغانا مع كوريا الجنوبية أيضا البرتغال وآروجوي وكمان مباراة البرازيل وسويسران كلم تفاصيل أكتر مع عثمان إبراهيم الناقد الرياضي من ورنة في صباح الخير يوم مصر طبعا صباح خير عليك وتعالى المشاهدين والمونديال المستمر والنهاردة ان شاء الله اليوم التاسع نهاردة آخر يوم بقى في الزحمة بتاعت الماتشاط اللي هي 12 و 3 و 6 و 9 بعد كده خلاص بقى ساعة 5 أو ساعة 9 النهاردة ان شاء الله اختام للجولة التانية لكن من شاء الله المونديال يعني زي ما توقعنا من قبل البطنة هتبدأ يكون المونديال المفاجئات ومفاجئات ما شاء الله مختلف تماما تماما يعني الفكرة مش بس الناس قالت انه هو في قطر ودولة عربية لأول مرة في تاريخ وفي أول ما في شرق الأوسط لكن كان الرهان الأكبر انه الأول مرة بيقام في الشتاء في شهر 11 نتعودنا على المونديال في شهر في الصيف 6 أو 7 أو 8 اللعابة كان دايما بتشتكي من الإجهاد والتعب لكن المرة دي جاي مع وسط الموسم أو تلت الموسم الأولاني ده فارق بشكل كبير جدا جدا وشايفين مستوى عالي في كل المباريات تقريبا فيه مستوى فاني رائع جدا ومستوى تكتيكي كمان قوي بلضافة ان العابة كلها يعني فيقين وفي حالتهم وده مخلي المواتشات كلها صعبة ونبقاش فيه حاجة اسمها فريق كبير يقدر يفوز في مباريات بسهولة إلا حاجات بسيطة أو حالات بسيطة جدا من خلال المونديال لكن معظم المواتشات متكافأة وده مدي طعم مختلف لكاس العالم سراعك دي حقيقي ممكن حتى الأداء العربي مختلف تماما حتى لو ما بيحلفهمش الحظه حتى لو ما بيفوزوش في الآخر لكن الأداء فعلا مختلف طيب هبدأ معاك بقى بفوز المغرب يعني احنا بالنسبة لنا إن كانت السعودية لما كسبت المغرب احنا منتبسط كلنا وزي ما قلت بتكلم معاك مش فكرة إن هما بيفوزوا في الآخر ولا لا اللعبة حلوة حتى المنتخب السعودية لما كانش موفق قدام بولندا لكن قد مباراة قوية جدا وتفاصيل صغيرة هي اللي فارقت كممكن السعودية تعمل نتيجة أفضل لكن لسه فيه أمل منتخب السعودي نحن المتخب المغربي اللي عمل مباراة عظيمة مع بلجيكا والمباراة ممكن في نص الشرط التاني اتقلبت تماما لصارح المتخب المغربي بشكل واضح وصريح وفوز يعني فعلا كمستحق المتخب المغربي ومش بهدف واحد بهدفين وموضوع هدفين ده بيفرق لإن الفيفا بيعتمد في الترتيب في الآخر على الأهداف عشان بعض النس عندها خلط في الحتة دي لو حصل تساوف النقاط مين اللي هتأهل ومين لأ الموجات المباشرة ده حل تاني الحل الأولين بنلجأ له هو فرق الأهداف اللي هو الأهداف لسجلتها نترح منها الأهداف اللي انت استقبلتها بعد كده بنشوف لو حصل تساوي بين فرقتين في النقاط وفرق الأهداف بنشوف اللي جاب أهداف أكتر هو اللي يبقى لي أفضلية لو تساوف الأهداف قد بعض اللي جابوها لسجلها الفرقتين هنروح للمواجهة المباشرة لو كانت عادل هنروح بقى للعبة النظيف اللي هو مين خد انذرات أو كروت حمر أقل يعني ده المبدأ اللي هنحتمل ده اللي إننا خلاص هنخش على الجولة التالتة والناس كلها تبدأ تسأل إيه اللي هيحصل انتخل المغربي قدى مباراة عظيمة جدا جدا فاز 2-0 بيحتمل المركز التاني بقى يحتاج نقطة واحدة بس من موت شيكانت وحصوصه كبيرة أنا أتمنى كمان أنا قليد ريجراجي يمكن سمعنا في الموجز تصريحاته هو فرحان بالمباراة وأنهم أسعادوا الشعاب المغربي هو قال كمان جملة أهم قال إحنا لسه ما عملناش حاجة ودي بالنسبة لي عشان كده بقى عايز أسألك فرص المنتخب المغربي عاملة إزاي يعني مواجهته القديمة عاملة إزاي هل فعلا ممكن يعني يقود الجماهير العربية نحو المربع القمة زي ما بيقول والله إحنا طبعا منتخب قطر كمنتخب عربي فقط فرصه أول منتخب فقط فرص التأهر دور 16 مبارا منتخب الكندي تاني منتخب يفقد فرص التأهر دور 16 يعني إحنا لعبنا ست مجموعات فيها 24 فريق فرقتين بس اللي خرجوا وفيه فريق واحد داما التأهل هو فرنسا كده تلاتة فيه 21 منتخب بيتسارعوا على 11 بطاقة تانية يعني المنافسة شارسة جدا جدا في جارة الأخيرة 21 منتخب ل11 مقعد في دور 16 فرقتين خرجوا قطر وكندا نخش على العرب السعودية عندها طبعا يعني لسه فيه أمل رغم خسارة من بولندا معها المكسيك السعودية هتفوز تتأهل ما هايش علاقة مع ماتش بولندا والأرجنتين أي كاف ناتيكته فالأمر لسه في ايد المتخب السعودي متخب المغربي نفس الكلام قدام كندا التعادل كافي ومتخب المكسيكي قوي ولا؟ قوي طبعا كان ندي قوي جدا جدا لأمل الأرجنتين وكان ندي في ماتش بولندا وبولندا كان لها ركل الجزاء وصدها قدشو وحارس المرمى من أفضل الحراس الموجودين في البطولة كان هو خد أحسن حارس أحسن لعب في ماتش بولندا والمكسيك المباراة برضو من السهلة لكن المتخب السعودي بالروح اللي شفناها في ماتش الأرجنتين تحديدا شوية تاني وفي ماتش بولندا رغم خسارة نين سفر كان هي فرقة زمنا من شوية على بعض الحاجات البسيطة المتخب السعودي قادر إن شاء الله يفوز على المكسيك وهتأهل دور الستاشر المتخب المغربي زي ما قلت من شوية محتاج نقطة واحدة بس إحنا طمعانين لإن كرواتي هتلاعب بالجيك مباراة تبقى قوية جدا جدا وارد يحصل تعادل وارد بالجيك تكسب وقتها المتخب المغربي لو فاز لأ ما نطمعش يخطى في المركز الأول وده هيفرق كتير جدا بعد كده يمكن الناس تبقى عارفة الأول غير التاني إنت لو تلاتة مركز أول هتلاعب وصيف المجموعة الناحية التانية قدامك وبالتالي كده بقى أخف كتير من متقابل واحد مركز أول أو متصدر لأن احنا طمعانين إن شاء الله يعني فرق عارفة أكتر يكملون الستاشر وليه لأ يوصلوا كمان دور التمانية وتبقى إنجاز تاريخي ما حصلش بكده متخب التونس للأسف يعني عمل مباراة قوية مع الدنمارك اللي هي متخب قوي جدا ومنظم جدا وتعادل بينهم الأهداف جي خسر من أستراليا اللي هو الطرف الأضعف في هذه المجموعة وكان وارد جدا تونس تفوز وعندها أربع نقاط وكناها يبقى منقفها زي المغرب الضبط تخش ماتش فرنسا لوضع أهدا لكن طبعا تونس مع فرنسا مباراة صعبة جدا جدا منتخب التونسي ما فيش قدامه هو يفوز ويستنى كمان نتيجة مباراة الدنمارك وإستراليا بحيث إنه ممكن يحصل حاجة ويخطى في المركز الثاني لأن فرنسا خلاص تأهالة من هذه المجموعة طيب هارجع معاك تاني المنتخب المغرب رحي أنه يمكن وليد الرجراجي معروف عنه أنه هو يعني غير نقول متحفز شوية يعني شفنا ما غامرش مبدري بس غامر في الشوت التاني غامر في آخر غامر في آخر 28 ديئة يمكن سبحان الله لو حد تابع كده سيناريو المباراة كان متحفز وبالجيكة طبعا مندفعة وده كان أمر طبيعي المنتخب بالجيكة عنده تلت نقاط وعاز يحسم التأهل وكان أعداء وسيء جدا في مدش كندا فعاز يعود وقول للناس لا أنا بقدي كويس متخب المغرب صراحة السيناريو اللي رسموا الرجراجي عجبني جدا عمل زي تحفز دفاعي طب ليه في آخر ليه يعني ليه في آخر 22 ديئة يعني مدام هو مش عايز يغامر بدري ودي برضو نقطة مهمة لما يكون عنده كروت معينة هو غير طريقة اللعبة مرتين يعني في ديئة 68 22 ديئة مش برضو وقتا مش كتير قوي لا مش كتير ولكن برضو هو لازم بليه حسابات خاصة أنه ما ينفعش أفتح الملعب من دخب الجيكي المتخب تقيل طبعا شوفنا ماتش السعودية وبولندا السعودية كانت طول ماتش هي اللي ضغطة على بولندا لكن بكل أسف مع أول هجمة بولندا سجلها هدف المتخب السعودين دفع أكتر وضيع ركل الجزاء وضيع فرص كتير جدا جدا ومن خطأ دفاعي دخل الهدف التاني لأن اللعبة ما بتهزرش يعني نعبة بولندا تحديها ما بتهزرش نفس موقف بلجيكا في لعبة إيلة قوي في المتخب الجيكي في الخط الأمامي تحدينا لعبة نجوم كبار كيفين دي بروندا لعب مرعب من أفضل لعب العالم إذن هزر دقامش في مستوى السعيف قوي جدا جدا بقت شوي قبل ما يخرج ولقاكل لما نزل فلعبة إيلة الغلطة بجون فكان طبيعا هو يبدأ متحفظ جيت ديئة 68 عمل تبدلين واحد منهم اللي هو صبير اللي هو يعتبر صنع الهدف الناس كلها هتقول ان هو حميد صبير اللي سجل هدف لأن المكورة ترفعت واضح ان هو لمسها لمسة خفيفة كده فبعض المعظم مش هقولي أو كل ناس تقول ان صبير اللي جاب الجون لأ وفقا للفيفا وموقع الفيفا الرسمي ان اللي جاب الجون هو رومان سايس هو لمس كورة اللي هو اللاعب اللي كان فيه جون تلغى بسببه لأنه كان تداخل في جون الشيطة الأولاني وبرضه عام على كده حركة في جون اللي جيب على كده وتحسب اللي هو أول هدف للمغرب فوضحنا أول ما سكورة لأن هدف مسجل باسمه رومان سايس فاللي صنع الجون هو حميد صبيري اللي كان بديل كان نازل في ديئة 68 صنع هدف ديئة 73 فده يدول ان المدرب قاعد فاهم هو بيعمل ايه حاجة تانية في نفس ديئة 73 كان ننزل عبد الرزق حمد الله وزكريا بخلال زكريا بخلال هو اللي سجل هدف التاني فوضح ان التبديلات بتاعت الرجاجي فرقت بشكل كبير الحاجة الأجمل هو عمل أربع تبديلات ما بين التنشيط وطبعا اندفاع هجومي شوية جيه في ديئة 78 ونتيجة 1-0 نزل جواد اليميق وده مدافع ألا بالطريقة الخمسة ثلاثة اتنين عشان يقفل المساحات لأن المدرب كتندافع واعتمد على المرتدات سبحان الله في المرتدة في ديئة 90 أو بعد في الوقت بدل الضايع قدر يسجل هدف التاني ويقتل المجارة تماما أعتقد 2-0 دي يعني 1-0 كده كويسي 2-0 أفضل ممكن تفر مع المغرب في الماتشي جاي مع كندا كندا خلاص ما عندهاش حصوص ولكن نما تلاقي الفريق ما عندهش أي هدف ربما يكون أخطر من فريق عنده هدف طب إيه اللي خلى المنتخب المغربي يوصل يعني وريد راجع عمل إيه تاريخيا يعني حضرتك أكيد المنتخب المغربي حقيقة طريفة جدا هو مبارحة تالت فوز ليه في تاريخه في المنديال الأغرب من كده أن كل انتصارات المغرب على فرق أوروبية وليه الأصعب يعني فهو أنت بتقول بالأوروبا بمستوها كروان أعلى من أفريق ولكن المغرب على مدار التاريخ كل انتصاراته على حساب الفرق الأوروبية كان مبارح تالت فريق أوروبي يمكن عشان لعبته هم يعني الأكثر انتشارة لا مش شرط وكان آخر انتصار 98 يعني بنتكلم من حوالي 24 سنة 24 سنة وقتها ما كان شيفين محترفين زي دلوقتي دلوقتي أكتر يعني الناس يعني رومان ساس في الشكتاش التركي سابيري برضو محترف في سامبتوريا الإيطالي يعني اللعبة كلها محترفة بقى زكري بخلال في تولوز الفرنسي لعبة لسجلة أو صنعة الأهداف حكيم زياشة اللي صنع الجون التاني وخد حسن لعب في المباراة في تشيلسين إنجليزي فاللعبة كلها محترفة ده أكيد فارق أشرف حكيمي بيععب في بريستان جيم واحد من أفضل الظهراء الأيمن في العالم مش في أفريقيا أو في أوروبا واحد من أفضل لدي العب في ظهر أيمن في العالم الشيء الجميل يعني برضو إحنا إيه أكيد فرحانين بالمغرب وفرحانين بالسعودية فرحانين وكلنا تاج الواحد بس مفتقد فعلا منتخب المصري طبعا كاس العالم طبعا خصوصا إن إحنا يعني الماتش مبارح بالذات فكرني بحاجة طبعا الناس كلها فاكرة ماتش بيجيك قبل كاس العالم أطول وكسبنا اتنين واحدة عملنا أداء كويس جدا جدا آه ما كناش ممتلكين الكورة لكن كنا بنقدر بشكل كويس وبنلعب وبنكون الكورة معنا بنهاجم وبنرح المرمى وهدينا كورته كتير وجبنا هدفين وضعنا تلات أربع فرص فكنا بنقدر بشكل حلو حاجة اللي تخليك تزعل أكتر المتخب المغربي أكيد لكل احترام والحب مننا لكن إحنا لما قابلناهم في أفريقيا في دور التمانية فوزنا عليهم اتنين واحد في اللقاء كان مبرانتهت واحد واحد ووقتا إضافي ترزيجي سجل هدف تاني وانتصرنا فمنتخبين موجودين في كاس العالم وبيتنافسوا على سعود دور 16 إحنا كمنتخب مصر تفاوخنا على اتنين سواء رسميا أو حتى وديا ولكن خلاص هو الحظ أتمنى الفترة بقى الجاية يعني نتعلم من دروس الماضي صحيح ونتدارك كل الأمور دي عشان متخمصة إن شاء الله في 2026 نبقى عادين نفس القعدة لا نتعلم ونحسن من أداءنا عشان لما ندخل حتى ونكون متواجدين إن نكون موجودين بالشكل اللائق بإسم مصر مش فكرة تواجد فقط نكون موجودين ونتكلم كده ونقول المنتخب مصر بإداية في السرعة دور 16 ودور 8 حاجة تقليق بصمرة مصر ومكانتها كبيرة جدا جدا في العالم طب خاني بقى نروح بمعاكلم الموتش يعني مهم جدا قطبين ألمانيا وأسبانيا ده موتش كان قوي قوي جدا جدا وانت بيتها عادل بس الموتش كان صعب انت قاعد انت مش عارف مش عارف تبص يعني مش عارف حتى الكورة الموتش فانا انت احنا دي متوترين بيروح وييجي كتير بالزبط هوا المنتخب الأسباني كان من ساتر موظة بأمقاط المباراة على فكرة المنتخب الأسبانيا من أقوى المنتخبات في كاس العالم السنادي ومنتخب صغير السن ولعيبة معظمها صغيرة في السن وليوس انكي بيواصل المغامرة اللي هو بعملها في ناس كمان فيه يعني عدد لا بأسة بهم رهن عليه كمان عن المنتخب الأسباني لعيبة كتير جدا صغيرة في السن وبين 18 ل 23 سنة و24 سنة وهي مغامرة قوية وهو تحسب له وهو الهندا ماشي بيه من ساعة اليورو اللي فات وماشي بشكل كويس جدا جدا واعتقد ان هو هيحصد السمر دي لو مش في كاس العالم ده ممكن في اليورو اللي جاي وكاس العالم اللي جاي لهو مدام مغدين هو مدرب مشروع ومكمل مع الفريق وبقد بشكل كويس جدا جدا متخب الأسباني بعد ما جاب الجون متخب الأسباني طبعا اندفع بقى تغييرات هجومية كتير وكده بس المتخب الأسباني ما سيطرش على المنطقة دي اول لعيبة ما كانش عندها الحافز القوي انها تخلص المباراة وتفوز وتاخد ست النقاط حتى بعد ما اتواحد واحد شفت عمية أسبانيا بنقله كرة كانهم راضيين بنتجة التعادل لكن المجموعة كلها متشل بحسابتها يعني من ساعة ما ألمانيا خسرت من اليابان فقد داخلها بدافع برضو هي عارفة لو خسرت من أسبانيا الموضوعها يبقى صعب لكن حظ ألمانيا الكويس ان كوستريكا تفوز على اليابان يعني ده دي نتيجة حتى نتخيلها هيقولنا اليابان هتخش المباراة فعلا يعني منديال مفاجآت هو مش بس مفاجآت هو منديال ما بقاش فيه حد كبير وحد صغير يعني الماكينات الألمانية بمسمع عنهم انه هم يعني الفريق الذي لا يهزم وخده أكتر من مرة طول انكسر العالم أربع مرات وهم طبعا عندهم أهم الأندية ألمانيا يعني مش جايبين حاجة من ألمانيا طول عمرها متعودين عليها بتخش أي بطولة بتنافس أي بطولة بتخش عليها بتنافس ممكن بس 2018 ريالي كانت ناكسة كروايو نسبة لهم لما خرجوا من دور الأولاني فجوم في 2022 هيعوضوا أول مباراة يخسروا من اليابان كانت مفاجآة صارخة وشكل كبير جدا جدا وطبعا كان في انتقاط أكتر لفريق بسعب الحاجات اللي حصلت قبل اللقاء والتفكير خارج الملعب أو خارج كورت القدم والحاجات اللي حصلت قبل هذا اللقاء ولكن في النهاية متخب الياباني ضيع فرصة ذهبية إن هو كان يوصل دور 16 مرتاح جدا جدا لو كان فزع لكوستاريكا كان يمعانه 6 وأسبانيا 4 كان زمانه وصل لدور 16 لكن دولة الدنيا خلاص الحسابة تلغبطت اللي يعني عندها 3 نقاط هتلاعب أسبانيا اللي عندها 4 نقاط كوستاريكا عندها 3 نقاط هتلاعب ألمانيا اللي عندها نقطة حد كانت صغر كوستاريكا لخسرة 7-0 دلوقتي عندها أمل إنها دور 16 عندها 3 نقاط يعني لو كوستاريكا تعدلت مع ألمانيا واليابان خسرت من هي كوستاريكا في دور 16 دور الضعفاء ده على فكرة ده على فكرة ده على فكرة ده على فكرة ده حصل وأتمنى إنه يحصل لو فجينا مثلا إن كوستاريكا طلعت تاني ومو هي المتخم مش يقوم بالقوة كبيرة ولو مغرب خطفت المركز الأول ممكن لأي المغرب كوستاريكا في دور 16 هتقوم برا يعني ولها في الأحلام ممكن وقتها نطمع أن المتخم مغربي يوصل لحد دور الثمانية وللأ يكمل أكثر منك طبعا طبعا طيب يعني أخيرا أي ظرف توقعاتك كده بدراني على مين ترابع لأي منتخب يعني المنديال صعب أوي صعب أوي توقعه ممكن أنا قلت في لقاء قبل كده المصطلح الكبار ده ممنيال الكبار انتهى أي أي حد بيفوز على أي حد أي دورة الفرقة كلها بقى عندها ندية غير طبيعية وبقاش فيه فرقة بتخاف حتى لو فرقة صغيرة جدا تلاعب فرقة كبيرة فتكسرها أقول لك مثال صغيرة برتغال وغانا في الجولة الأولى البرتغال ممكن تكسر بسهولة ماتش خير ثلاثة نين وغانا ضيعت فرصة في الوقت بدل الضايع يعني كممكن غانا تتعادل فغانا عندها مجرى طبعا هتبقى قوية جدا جدا نهاردة برتغال ممكن لو فازت هتكمل وتفوز وتقوير عادل دور 16 لكن أتمنى أن غانا ما تلاعب كوريا النهاردة تلعب من حيث انتهى ماتش برتغال ليه لأها تفوز وبدأ عندها حصوص لانتهى تكمل الكاميرون مجموعاتها صعبة طبعا سربيا وسويسرا والبرازيل الموضوع صعب شوية ولكن ليه لأها هيخصت من سويسرا عندها فرصة قدام سربيا إن شاء الله لو فازت ترجع حصوصها مرة تانية أتمنى كل الفرق الأفريقية تأدي وتكمل لكن ناهن على مين وفقا اللي شوفنا الحد دلوقتي أو المنتخب الارجنتيني أنا عن نفسي متعاطف شامل أرجنتيني أو أشجحها من زمن أيام ماردونا كده لكن أعتقد بعد فوز على مكسيك لو عدوا بولندا المنتخب الارجنتيني هيبقى شارس جدا 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 وهذا منافسة صعبة خلال هذا مديال صحيح ألاقي حال بمشكرك لأستاذ عثمان إبراهيم النقد رياضي على كل هذه الإضافات بالتأكيد هو مديال المفاجآت وبالتأكيد سيحمل لنا مفاجآت من العار السقيل في المباراة القادمة